موسيقى اليوم هناك العديد من الأحداث رأينا مشاهد دامية صعبة جدا من مستشفى الشفائي في غزة المشاهد التي كانت تؤكد بأن هذا العدوان ليس فقط عدوان انتقامي نتيجة ما حدف في السابع من أكتوبر ولكن هذا العدوان هدفه أن يكون هناك تدمير كامل لكل شيء حي في قطاع غزة الآن غزة بلا مستشفى بالكامل ومن الصعب القول الآن بأنه يمكن ترميم هذا المستشفى الآن تحديدا تحت نيراني الجيش الإسرائيلي هناك في دمشق هناك عملية اغتيال في قرب السفارة الإيرانية وذلك باستخدام الطيران الحربي الإسرائيلي الذي لغاية الآن لم يتمنى رسميا هذه العملية ولكن لا يخفى على أحد بأن إسرائيل التي قامت بهذه العملية ولكن من قتل في تلك السفارة كان قائدا في الحرس الثوري الإيراني نائبه ومدير مكتبه وذلك لجر إيران إلى معركة جديدة وذلك لأن الرد الآن يجب أن يكون حتميا السبب في ذلك هو أن هناك اعتداء على السيادة الإيرانية وذلك بلا شك سوف ننتظر ونرى إذا ما كان سوف يكون هناك رد على المستوى السياسي بن يمين نتنياهو الذي تلقى علاجا عملية افتاء في المستشفيات الإسرائيلية إلا ربما لأنه يحمل هذه الملفات الصعبة عليه وبالتالي أوتي به إلى تلك المستشفى لإجراء العملية ولكنه سرعان ما استيقظ من التخدير وأعطى الأوامر بإتمام العملية العسكرية التي حدفت في دمشق في نفس الوقت هناك اجتماعات للجيش في المنطقة الشمالية قائد الجيش وقائد المنطقة الشمالية أعلنوا بأنه سوف يكون هناك أوامر جديدة للجيش الإسرائيلي ولكن دون الدخول بتفاصيل معنا في هذه النافذة الدكتور محمود الصفدي وهو محلل في الشؤون الدولية ومعنا من استوديوهاتنا في رمالله الأستاذ جهاد حرب أهلا بكما أبدأ معك دكتور محمود بذلك المشهد الذي رأيناه الليلة يعني عصر هذا اليوم في دمشق ما الرسالة التي أرادت إسرائيل أن توصلها إلى الجانب الإيراني تحديدا؟ مساء الخير أخي أخي أحمد ولك ولا المشاهدين أنا بتقديري الرسالة هي ليست فقط لإيران ما حدث في دمشق هو مرتبط بما يحدث في غزة بمعنى أن جميع الحلقات مترابطة نرى ماذا يحدث يعني الجبل مفتوح منذ السابع من أكتوبر في الشمال الآن إسرائيل تحاول أن توسع دائرة الاشتباك ولكن بتقديري ضمن قواعد اللعبة التي فرضت من البداية أو التي فرضها حزب الله من البداية ولكن اختيار هذه الشخصية التي هي معروفة كشخصية تقريبا تعتبرت شخصية ثانية بعد قاسمي شخصية كانت لها دور في الحرب الإيرانية العراقية كان له دور في الحرب في سوريا كان هو قائد للقوات البحرية والجوية بفترة 2005-2008 يعني نحن نتحدث عن قائد ميدانية قائد له تاريخ وله مكانة واختيار المكان بالسفارة وفي دمشق أنا بتقديري كمان له رسالة لدمشق نفسها رسالة لإيران ورسالة لحزب الله أن نحن جاهزون لسنا خائفين من توسيع دائرة الحرب نحن مستعدون حتى للحرب المفتوحة وأنا بتقديري ولدي تفسير خاص بأن الموضوع بالنسبة للإسرائيليين هم ليسوا ذاهبون لحرب مفتوحة أنا أتابع الإعلام العبري وأغلبية المحللين والعسكريين هم يقولون أن أي حرب مفتوحة شاملة في الشمال مع حزب الله تعني دمار وحرب طويلة وحرب تدميرية لكل الطرفين وأنا بتقديري بعد ست شهور من الحرب في غزة الجيش الإسرائيلي استنزف الذخيرة تقريبا نفذت دائما يطالبون بذخائر جديدة من الدول ومن أمريكا تحديدا وبتقديري كمان أن الموضوع أكثر هي حرب إعلامية ونفسية للطرف الآخر ولكن دكتور أستوقفك يعني التغران الحربي للجيش الإسرائيلي عمليا بيختال صالح العروري في بيروت اليوم بيختال قائد في الحرس الثوري الإيراني في دمشق يعني هم اليوم قواعد الاشتباك هم يصادوها يعني ليس الموضوع موضوع توازن الواضح أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يذهب إلى الأبعد ولغاية الآن المقاومة اللبنانية لم تذهب بأنه ضربت مواقع أبعد من الشريط اللي هو 15 كيلو متر في العمق صحيح هذا لأنه كثير من الانتقادات توجه للجيش الإسرائيلي وخاصة من العسكريين ومن المحللين بأنه نحن تكتكيا صحيح يعني نحقق إنجازات عدد المقاتلين والذين قتلوا من حزب الله هم يقاربوا 350 تقريبا مقاتل يعني من بداية الحرب ولكن استراتيجيا الأمور هي أكثر لصالح حزب الله بمعنى أنه مستوطنات الشمال جميعها هي عمليا خالية وبالتالي غير عدى عن الخسائل الاقتصادية وحالة الحرب المعنوية يعني كثير من رؤساء المجالس المحلية أثناء إجراء مقابلات معهم كلهم يحملون الحكومة المسئولية ويطالبون الحكومة بأن توفر لهم الأمان وقالوا بصراحة نحن بدلا أن نقوم بخلق منطقة أمنية في منطقة لبنان تحمي مستوطناتنا والشمال إسرائيل أن حزب الله هو الذي استطاع أن يعمل منطقة أمنية في داخل إسرائيل وبالتالي الضغطات التي تمارس الآن من المستوطنين ومن السياسيين هي التي بتقديري دفعت وهي أحد الأسباب أن تقوم نتنياهو يعطي هذا الدوء الأخضر بأنه يقوم بتنفيذها العملية كنوع من أنه نحن صعدنا درجة ومستعدين أن نكمل تصعيدنا وبالتالي نحن لا نهاب وهي كمان رسالة للداخل الإسرائيلي أنه نحن لسنا مجرد نتلقى الدربات ونرد فعل وردد فعل لا أنه الموضوع أنه نحن مبادرون نحن مسيطرين على الساحة نحن قادرين أن نتحكم بقواعد اللعبة وليس نصر الله وأنه في حقيقة الأمر هو الذي فرضها اللعبة وقواعدها هو نصر الله يعني عمليا لما بوسعوا بمساحات القصف نصر الله يعني يوسع إذا ضربوا مدنيا كان يضرب يعني قصفوا بيوت كان يقصف وبالتالي ما في نوع من التردد بالنسبة لحزب الله بأنه يرد في أي لحظة هلأ بتقديري بس جملة أخيرة بتقديري يعني لأنه الهدف إيراني أنا بتقديري لن يرد حزب الله لسببين أنه طوال الوقت يقال أنه حزب الله هو يأخذ أوامره من إيران وهو بأداء في إيد إيران والآخرة الموضوع لأنه في نوع من السيادة ضرب للسفارة وبالتالي رح يكون الرد إيراني وهذا لأنه كل قوانين الدولية لا تجيز مثل هذا العمل وهي خرق لكل القوانين الدولية وبالتالي الآن إيران أمام كل العالم لديها الحق بينها ترد ولكن معروف عن الإيرانيين تحديدا أنهم ناس حاب نفس طويل مش انفعاليين وردات صحي يعني أحنا نتذكر بعد اغتيال قاسم وصليماني أخذ وقت عملية الرد وكانت حتى الرد والثأر إجازة لنا التعبير هو متدرج فأكثر من موقع كان طيب أنتقل إلى سيد جهاد حرب في رمالله جهاد شو قراءتك للذي جرى اليوم في دمشق يعني هذه الضربة هي مواجهة صحيح لإيران أو لرموز إيرانية لكنها هي لإخافة حزب الله وفي ذات الوقت لا أعتقد أن هناك ردا إيرانيا مباشرا على الحكومة الإسرائيلية أو على هذا العدوان كما جرى في المرات الماضية لذلك إسرائيل اختارت دمشق ولم تختار أن تضرب في بيروت خاصة أن حزب الله يرد على أي عملية اغتيال بشكل أو بآخر تكون هناك ردود إما مباشرة أو بطرق مختلفة لكن في دمشق اعتادت إسرائيل ألا يكون هناك ردا لا من دمشق من السوريين ولا من الإيرانيين قد يكون هناك ردود متأخرة أو بعض الوقت لكن ليست بشكل مباشر أو في مواجهة مباشرة مع الإسرائيليين كما يفعل حزب الله الذي يرد في شمال لبنان أو في توسيعه للقذائف أو المدى لهذه القذائف أو تلك أو لعنوين محددة فيما يتعلق بالأهداف لذلك قد تكون هذه الرسالة هي الحزب الله لكن الذي يتم إرسال الرسالة من خلاله هي إيران وكذلك دمشق جهد أنت ترى بأن هذا التصعيد الإسرائيلي تدريجي ولكنه مستمر من في ستة أشهر الجانب الإسرائيلي يصاعد في الضربات في العمق سواء في العمق السوري الذي طبعا هو ليس بجديد ولكن أيضا في العمق اللبناني الدكتور محمود يقول بأن إيران لن ترد بسرعة وأنها سوف تنتظر هو قال هم أصحاب النفس الطويل وهناك من يقول بأنهم لن يردوا لأن هذه هي طبيعة السياسة الإيرانية في التعامل مع هذا التصعيد المباشر مع الإسرائيليين برأيك هل سوف ترد إيران أم لن ترد إذا قرأنا التاريخ أو الفترات الماضية لن ترد إيران فيما يتعلق بهذا الاغتيال إسرائيل اقتلت أكثر من شخصية في سوريا في دمشق من الإيرانيين لكن لم تقوم بعملية الرد وعملية الرد هي ليست سهلة نحن نتحدث إطلاق صواريخ من إيران أو من سوريا ليست بالسهلة على إسرائيل لكن في كل الأحوال هذا الأمر يضع إيران في حرج لأن المسألة لا تعلق بمقتل ضابط إيراني إنما بقصف القنصلية أو المبنى الدبلوماسي لإيران وهذا يعني اعتداء مباشر على الأراضي الإيرانية لأن السفارة والكنصلية هي أملاك للدولة التي تكون فيها بمعنى أن الكنصلية الإيرانية في دمشق هي أرض إيرانية والسفارة وكذلك لكل دولة من الدول لذلك هذا الأمر تحول نوعي هل ستكون بالرد أعتقد أنه ما زال من المبكر التفكير أو الإجابة أو التنبؤ على السلوك الإيراني فيما يتعلق بهذا التحول في الإجراء الإسرائيلي أو بالعملية الاغتيال الإسرائيلية لكن على الأغلب وفقا للقراءة التاريخية لعمليات الاغتيال التي قامت بها إسرائيل ضد شخصيات إيرانية في سوريا لم يكن هناك ردا من قبل إيران في مواجهة الإغتيالات التي تقوم بها إسرائيل هناك من يقول الدكتور محمود بأن إيران ترد ولكن ليس بشكل مباشر ولكن عن طريق حزب الله عن طريق الليلة أمس شاهدنا المصيرة التي انطلقت من العراق باتجاه مدينة إيلات هناك من يقول بأن إيران ترد مع الحثيين هل هذا الرد كافي؟ أنا أختلف في هذا الحدث بالذات لو لم يكن الاغتيال تم داخل السفارة أو عملية القصف تمتش على السفارة كما تحدث أخي جهاد بأن هذه أراضي إيرانية هنا الموضوع يختلف فقط أن اغتيال في أي مكان ممكن تم الرد عن طريق حزب الله عن طريق الحثيين عن طريق حتى أنصار الله في العراق ممكن بس ولكن لأنه هناك اعتداء على السيادة أنا بتقديري وفعلاً هو موقف محرج لإيران أنا بتقديري سيكون الرد إيراني إيراني يعني وبأيدي إيرانية وليس مباشر ولكن لأنه الموضوع جداً حساس ولأنه في المنطقة في حرب ولأنه الأمور كثير قريبة للانفجار يعني في الشمال مع حزب الله ولأنه الإيرانيين وحزب الله وحتى إسرائيل مش معنية بحرب مفتوحة وهذا يعني كل القراءات بتقول هيك أنا بتقديري هم سيأخذوا الموضوع يعطوهم مدى من ناحية الدراسة ومن ناحية التفكير في الرد ولكن الرد سيأتي أنا بتقديري عدم الرد يعني أول شيء يمس بمكانة إيران كقوة إقليمية اليوم موجودة في المنطقة يمس في مصدقيتها وبالعكس سيدفع المعارضين أو الناس اللي دائماً يعني يناهضون إيران ويتهمونها بأنه أنتم فقط يعني تحركوا أذرعكم بالمنطقة هم اللي يواجهون وأنتم دائماً بالخلف وحتى عندما يعني تضربون أنتم كمان يعني لا يكون لديكم الجرأة بأن تقوموا بالرد بتقديري هذا موضوع الرد قادم هناك من يقول قراءة ثانية بيقول أنه إسرائيل هي التي تجر الإيرانيين وحزب الله للمعركة المفتوحة وبأنه إسرائيل معنية بالمعركة المفتوحة بل وضربوا ميقات وهو يوليو القادم بأنه قالوا بأنه هذا الاستعدادات واليوم إحنا عم نقرأ أنا كنت أقرأ اليوم استعدادات الجبهة الداخلية في المنطقة الشمالية والمدارس والتعليم يمكن بالعكس تماماً الإسرائيليين معنين يجور الإيرانيين لمعركة مفتوحة مرور ست شهور على الحرب ولحتى اللحظة الحرب تسير بالشمال أنا أقصد ضمن القواعد اللعبة التي وضعت من البداية صحيح في بعض الأحيان أحد اللاعبين يخرج عن بعض القواعد ولكن بالنها لا يتجاوز الخطوط الحمرى للعمل شو هي خطوط الحمرى دكتور؟ اللي هي مثلاً أن تقوم بقصف منطقة يعني يستشد أو يموت فيها المئات أو العشرات من الناس يعني إما في داخل إسرائيل أو ما في داخل لبنان هون بصف أنك أنت لا تستطيع أن تقدر ردة فعل الآخر لأنه ممكن قد تكون ردة على هذا العمل أعلى منها وبالتالي هون مثل كرة الثلج ستتحرج الأمور وبالتالي نكون نحن في وضع حرب مفتوحة جاء إسرائيل غير جاهزة لحرب بالشمال بتقدير بعد ست شهور واستنزاف في داخل غزة وحاجتها للجنود وحاجتها للدخيرة وإضافة إلى ذلك أن الحرب مع حزب الله هي حرب ستكون مدمرة يعني صح سيدفع لبنان وحزب الله ثمن كبير ولكن بالمقابر سيكون ثمن أعلى ومماثل داخل الكيان وهذا الموضوع بعد ست شهور لن يحتملوا الإسرائيليين ولا المجتمع الإسرائيلي ولا الحكوم الإسرائيل إضافة إلى عامل مهم دولي مربوط في أمريكا وأوروبا لبنان هي منطقة فيها كثير من المصالح الأوروبية والأمريكية وبالتالي ليست كغزة يعني اللي تقريبا منعزلة بأنه هون لن يسمح لا الأوروبيين ولا الأمريكان بأن إسرائيل تدخل معركة مفتوحة وخصوصا أنه مقبل بايدن على الانتخارات أريد أن أتحدث عن الإتحاد الأوروبي بعد قليل ولكن جهاد في عجالي أنا أريد أن أسألك نفس السؤال هل الإسرائيليين هم الذين يجرون الإيرانيين وحزب الله للمعركة أما أن الإسرائيليين متأكدين بأنه لن يكون هناك معركة مفتوحة ما رأيك؟ يعني إسرائيل تستعد لهذه المعركة اليوم هاليفي أقر الخطط العسكرية فيما يتعلق بالشمال لذلك إسرائيل تستعد لكن هل ستذهب إلى معركة؟ لا أعتقد ذلك بعد ستة أشهر من الحرب بقتغزة ولن تنجز المهمة بين قوسين أو تحقق الأهداف التي أرادتها مع حركة حماس وهي على ما يبدو بقال التقديرات العسكرية أنها تمتلك 10% مما يمتلكه حزب الله من ذخيرة ومن قدرات العسكرية لذلك لا أعتقد أن إسرائيل ستذهب إلى حرب مفتوحة مع حزب الله أو مع لبنان نهيك أن فتح الجبهة السورية أعتقد أنها مستبعد والدخول الإيراني أيضا مستبعد إنما ما يتعلق بشمال إسرائيل والجنوب اللبناني هي المنطقة التي يمكن أن يكون فيها معركة لكن حتى الآن بعد هذه الشهور الستة ما زالت وفقا لقواعد الاشتباك وبالتالي لا تغير على ما يبدو على هذه القواعد حتى الآن ولا أعتقد أن أي منهما حزب الله أو إسرائيل راغبة أو تريد الذهاب إلى معركة أوسع وهذه بنصائح ليست فقط محلية بل أيضا إقليمية ودولية من الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد أن ترى حربا واسعة في العام الأخير من حكم هذه الإدارة واستعداداتها للانتخابات القادمة كذلك الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا لا يرغب بذلك الأمر الذي يدعو الأطراف إلى التريث إلى عدم اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى حرب واسعة في هذه المنطقة لذلك عملية الاغتيال كما قلت قبل قليل جرت في دمشق وليست في لبنان لو جرت في لبنان ربما تغيرت معادلة الاشتباك أو قواعد الاشتباك لكن إسرائيل تحرص اليوم على عدم الدخول في حرب على الرغم من الاستعدادات أو اكتمال الاستعدادات التي تتحدث عنها الجبهة الداخلية وكذلك الجيش الإسرائيلي التحضير لا يعني الذهاب إلى معركة كما هو الحال التحضير لمعركة أو اشتياح رفح لا يعني بالضرورة اشتياح رفح كما تريدها الحكومة الإسرائيلية أو كما يعلن عنها نتنياهو ليلة نهار شاهدين أحيانا نحن نتحدث عن الحرب ونتحدث عن ما يجري وكأن هذا الصراع صراع جديد وهذا غير صحيح هذا الصراع بدأ منذ قرار التقسيم في عام 47 واستمرت المعارك لغاية يومنا هذا تتبدل الجبهات وتتبدل الأسماء وتتبدل الشخص ويبقى الصراع واحدا الزميل لأيمن إبراهيم أعد هذا التقرير حول أحد الشخصيات الفلسطينية الغائبة الحاضرة في أذهان الفلسطينيين خصوصا وفي أذهان العالمي عموما ذاك الشخصية التي كانت رافعا لأفكار تقدمية نحن نتحدث عن الراحل حيدر عبد الشافي لنشاهد هذا التقرير حول هذا السياسي الفلسطيني الذي كان من أعمدة الفكر الفلسطيني والعمل السياسي في غزة لنشاهد طبيب فلسطيني من غزة وأحد أهم قيادات الشعب الفلسطينية حيدر محيددين عبد الشافي ولد في يونيو الف وتسعمية وتسعة عشر وعاش في قطاع غزة تخرج كطبيب في العام الف وتسعمية وثلاثة واربعين وشارك في تأسيس الجمعية الطبية الفلسطينية ونشط في تقديم المعالجة الطبية للفلسطينيين المصابين أثناء المواجهات مع القوات الصهيونية كما شارك في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة سنة الف وتسعمية وسبعة وخمسين وكان بمثابة الوسيط بين القوميين والشعويين والإسلاميين النشطين في القطاع شارك حيدر عبد الشافي في عام الف وتسعمية وثلاثة وسبعين في تأسيس الجبهة الوطنية الفلسطينية بصفتها ذراعا لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأرض المحتلة بعد اندلاع الانتفاضة الأولى ديسمبر الف وتسعمية وسبعة وثمانين لعب دورا بارزا في تشكيل قيادة وطنية موحدة للانتفاضة ترأس عبد الشافي الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر السلام الدولي في مدريد الف وتسعمية واحد وتسعين وطلب بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى أن استقل من قيادة الوفد احتجاجا على رفض اسرائيل وقف بناء المستوطنات في يناير الف وتسعمية وستة وتسعين اختير لرئاسة اللجنة السياسية في المجلس التشعي الفلسطينية لكنه استقال احتجاجا على ما وصفه بالتقاعص عن مواجهة الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية أيد عبد الشافي الانتفاضة الثانية عام الفين لكنه رفض عسكرتها ودعا إلى تشكيل قيادة موحدة لها وفي سنة الفين واثتين شارك في تأسيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وعين أمينا عاما لها في الفين وسبعة قلده الرئيس محمود عباس وسام نجمة الشرف الفلسطينية وتوفي في نفس العام بعد معاناة مع المرض وشارك في تشيعه آلاف الفلسطينيين وممثلون عن الفصائل الوطنية والإسلامية مشاهدين خلال الأيام القادمة سوف نستعرض عدد من هذه الشخصيات التي بلا شك تفتقد في هذه الأجواء التي نحن نعيشها غزة الآن التي نراها ونرى ذاك الدم ونرى هذه المعاناة ونرى هذا الجوع ولكن لا ننسى بأن غزة فيها تراث فيها تاريخ فيها دبلوماسية فلسطينية كالدكتور حيدر عبد الشافي وفيها تلك الأسماء التي كابدت الاحتلال الإسرائيلي بشتى الطرق وفي حقبات مختلفة في الملافف الثاني من هذه الناففة سوف نتحدث عن ما يسمى بالنفاق الأوروبي الاتحاد الأوروبي عمليا من ببداية العدوان ندد بالعملية العسكرية وفي عموما كان واضحا من كلام المفاوض العام وغيرهم بأنهم كانوا يقولون أين سوف يفاب الناس في رفاح سوف يفابون إلى القبر كلام جميل جدا ولكن على الأرض ما الذي يفعله الاتحاد الأوروبي لغاية الآن لفني إسرائيل عن الاستمرار في العملية العسكرية دكتور محمود الصفدي أنت عمل دكتوراه عن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي في القضية الفلسطينية أنا لا نريد أن نتحدث عن الماضي نريد أن نتحدث الآن لماذا لم يفعل شيء الاتحاد الأوروبي الآن لإيقاف هذه الحرب ونحن نتحدث عن أوروبا لأننا نتحدث عن دول هامشية أوروبا اللي فيها فرنسا فيها إيطاليا فيها إسبانيا فيها الدول الاقتصاد الأوروبي لماذا لم يفعلوا شيئا حقيقيا؟ يعني بداية ضروري نذكر جملة على ماضي الاتحاد الأوروبي وهو أنه تجربتنا مع الاتحاد الأوروبي وخاصة في فترة مفاوضات التسوية في التسعينات وأوصل والآخره بأنه كان الاتحاد الأوروبي كقوة هو يعني عملاق اقتصادي قيل عنه ولكن قزم سياسي بمعنى دوره السياسي كان مهن مع أنه كان بحجمه الاقتصاد كان كبير ولكن التبعية للدور الأمريكي والموقف الأمريكي في كل المحطات التي عاشتها القضية الفلسطينية ومنذ تأسيس الاتحاد الأوروبي على شكله الحالي بالتسعينات للأسف كان يخشى المواجهة والوقوف في وجه الموقف الأمريكي يعني في بعض المحطات القليلة جدا تمايز الموقف الأوروبي في بعض المواقف ولكن في غالبية المواقف وفي أهم المحطات الرئيسية في تاريخ قضيتنا الفلسطينية للأسف كان الأوروبيين والاتحاد الأوروبي كان موقفهم تابع للموقف الأمريكي وهذا يقودنا للسؤال والوضع الحالي أن الآن القوى المسيطرة والمهيمة في الاتحاد الأوروبي ألمانيا فرنسا إيطاليا للأسف وتحديدا ألمانيا لأنها هي القوى الأكثر اقتصاديا والتي لها دور أكثر فعلي هي جدا يهمها أن تكون أول شيء أن تراعي الموقف الإسرائيلي وهذا له علاقة في موضوع العقدة والهولوكوست وبالتالي حتى الآن هذا الموقف بأثر على قراراته وموقفه السياسية يضف إلى ذلك موضوع الموقف من أمريكا والخش من واجهة الموقف الأمريكي وهذا يلعب دورو داخل الاتحاد الأوروبي لا يوجد سياسة منسجمة حتى قيل أنه لا يوجد سياسة خارجية صحيح هناك جزيف منصق ولكن كسياسة خارجية واضحة يعني سالكوريل بيحكيك شيء ولكن على أرض الواقع الاتحاد الأوروبي بيعمل شيء تاني ولكن بوريل هو الأكثر موقف متقدم داخل الاتحاد الأوروبي يعني لو أخذنا رئيسة المفاوضة الأوروبية منشوف موقفه كثير سيء وخصوصا في موضوع الحرب على غزة وأنه كانت أكثر قريبة للموقف الإسرائيلي الأمريكي الآن استطاع بوريل بأنه مع بعض الدول مثل إسبانيا مثل بلجيكا مثل إيرلندا أنه يأثر في القرارات وفي يعني إذا اليوم أخذنا البيانات الأخيرة التي تصدر عن الاتحاد الأوروبي والمواقف وقرناها قبل ست شهور وفي الأسبوع الأولى من لاحظ أنه فيه تحرك وفيه نوع من التغيير في الموقف الأوروبي أكثر للصالح الفلسطيني مزبوط وهذا للأسف يرجع لحكينا في البداية أنه هناك للأسف نوع من التبعية ونوع من عدم استثمار القوة الاقتصادية والسياسية حتى لا لأوروبا 27 دولة أوروبية بأن تفرض قراراتها وإجراءاتها تستطيع أوروبا أن تعاقب إسرائيل تستطيع أوروبا أن تمنع السلاح زي ما هلأ بلشنا نسمع بعض الدول مثل بريطانيا تدرس هذا الموضوع وإيطاليا ولكن لا يستطيعون أن يتخذوا إجراءات جدية لمعاقبة وهذا يقودنا في بداية السؤال الموضوع الإزدواجية لاحظنا كيف تعاملوا في الموضوع الإيقراني وكيف اتخذوا إجراءات وقرارات وعقوبات سريعة جدا ولكن بالمقابل نرى أن عجزهم وتخاذلهم عدم اتخاذ أي إجراءات ومواقف لمعاقبة إسرائيل على جرائمها اللي غير بالموقف وأزاح الموقف الأوروبي هو الشارع الأوروبي الذي سبق الحكومات في الدول الأوروبية بأن استطاع أن يفرض أجندة على حكوماتهم بأنها تغير موقفها يعني ألمانيا أكثر موقف كان بارز في هذا الموضوع بأنه لاحقت الفلسطينيين حتى على موضوع رفع الرموز الوطنية زي الأعلام والكوفية الآخرة كانت تمنع المضارد الآن نشاهد أنه تقريبا أسبوعيا هناك مضارد ومسيرات ويرفع لأنه العدد زاد وفرض نفسه على الحكومة والستاذ جهاد لماذا هذا النفاق الأوروبي؟ يعني أوروبا تعرف كلها قائمة على فكرة الحرية والعدالة الاجتماعية الثورة الفرنسية وما أدراك ولكن على أرض الواقع لا يجدون لك إلا نفاق أوروبي لا يجدون لك أي إجراءات أنا أريد أن أسألك عن السبب في هذا النفاق أولا السبب تعلق بالمصالح وهناك مصالح أوروبية أمريكية إسرائيلية أعلى من المصالح الفلسطينية الأوروبية العربية من جهة أو من جهة أخرى التاريخ الغارق للاتحاد الأوروبي أو للدول الأوروبية فيما يتعلق بالهولوكوست وغيرها لكن نريد أيضا أن أقول أن بنية الاتحاد الأوروبي فيها إشكالية تتعلق بألية اتخاذ القرار حيث أن ما يتعلق بالعلاقات الخارجية ينبغي موافقة جميع الأعضاء السبع وعشرين وبالتالي هناك أحيانا دولة أو دولتين تعطل إمكانية اتخاذ قرار داخل المجلس الاتحاد الأوروبي أو في قمة الاتحاد الأوروبي لذلك مسألة الاتحاد الأوروبي يجب أن تدرس من أكثر من ناحية من ناحية العلاقات السياسية المتعلقة بالاتحاد الأوروبي كمجموعة وبالإضافة إلى الدول كفرادة أنظر على المواقف المتقدمة لإسبانيا وبلجيكيا على سبيل المثال فيما يتعلق بإمكانية الاعتراب بالدولة الفلسطينية الأمر الآخر أن بعض الدول مثلا فرنسا في بداية الحرب جاء وقال نريد أن نقيم تحالف لمحاربة حماس مثلما قمنا بمحاربة داعش لكن بعد أسبوع تقريبا تراجع وتحدث عن الدعم المساعدات الإنسانية وعمل مؤتمرا دوليا للمساعدات الإنسانية في باريس واليوم يطالب وقف إطلاق النار لذا يجب التمييز ما بين الدول كفرادة وما بين الاتحاد الأوروبي كبنية واحدة الأمر الآخر وهو اللاعبين داخل البرلمان الأوروبي هناك اللوبي اليهودي المسيطر في بروكسل من أجل الضغط على البرلمانيين وعلى الاتحاد الأوروبي لذلك قراءة الاتحاد الأوروبي ومواقفه وتغيراتها ينبغي أن تقرأ بالشكل الواسع وهو الآليات التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي والمؤثرات الداخلية اليوم هناك مؤثر مهم وهو التضامن مع الشعب الفلسطيني لكن يحتاج إلى مأسسته إلى تحويله إلى أدوات ضغط داخل البرلمان وداخل أرواقة الحكومة هذا يمكن أن يغير الموقف الأوروبي بشكل عام في المستقبل شكرا لك جهاد حرب المحلل السياسي وشكرا أيضا هنا للدكتور محمود الصفدي مشاهدينا نتوقف الآن مع فقرة الصور التي اخترناها لكم اليوم وصورها بلا شك سوف تبدأ بمشفى الشفاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد مشاهدة هذه الصور لربما لا نملك أن نقول شيئا شكرا لكم مشاهدين على المتابعة وبالعودة الآن إلى استوديوهاتنا في القاهة